ام هذا الذي انشأه في ظلمات الارحام كأنه احنا نعرف ان الصانع اذا اراد ان يصنع شيء الواحد لما يريد يصنع شيء لابد ان يمشه او يمش ما يمشه يعني اما ان يمشكه او يمشك فدالة تمشكه بالواسطة يريد يبين الامام سلام الله عليه ان الباري عز وجل وهو احسن الخالقين اذا اراد ان يخلق ما يحتاج الى ان يمش الشيء ولا يحتاج ان يمش ما يمشه ابدا نفس تعلق الارادة بالمخلوق هي كافية في وجود المخلوق يعني ما يحتاج الا ان يمشك بيده او يمشك مثلا جهاز يمشكه لا رأشا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن الحقيقة اكو هنا في هذا المورد اكو مشائل قرآن الكريم عبر احيانا خلقته بيدي شنو معنى بيدي يعني ترى هذا ما المقصود بيدي يعني الجارحة ولا اليد يعني مثل ما يقول هذا انا بيدي مشويه ما المفروض انه هو ماشك لا لكن صاير بامره صاير بتوجيهه صاير بارشاده كذلك هنا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول هاي الظلمات الثلاث اللي ينشأ بيها الجنين يعني ظلمة الرحم ظلمة المشيمة وظلمة البطن هالظلمات الثلاث في داخلها يتكون الجنين بمجرد ان تتعلق ارادة الله عز وجل به رأسا يتكون بدون ان يمشك يريد يلفت انظارنا الى نفوذ القدرة الالهية مع وجود الحوادث جيد